ميلا الزهراني تخطف الأنظار بإطلالتها يذكر أن ميلا الزهراني خطفت الأنظار الأسبوع الماضية بإطلالتها في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته السبعة وسبعون بفستان من اللون الأسود بصيحة الكب بدون حمالات من توقيع المصمم السوري رامي العلي والذي تميز بلورود الصغيرة التي زينته مع الشريط الحريري الممتد ناحية الخصر وانسدل بتنورة واسعة وأضافت بعض المجوهرات التي زادت من جمالها من بينها عقدا حصريا من مجموعة كارت إبلانش هاي جولري وخطفت الأنظار أيضا خلال مشاركتها في حفل إيمي أواردز بفستان باللون الأسود أيضا والذي جاء من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرة لتكون الفنانة السعودية الوحيدة التي شاركت في هذا الحفل بفستان بقصة ضيقة من الأعلى وانسدل بتنورة أوسع قليلا طويلة من الخلف ومزينة بالريش الراقي وأضافت بعض المجوهرات التي تكونت من أقراط وخوات مماسية زادت من جمالها وتطرقت ميل الزهراني للحديث عن خلافاتها مع البعض عبر منصة التواصل الاجتماعي X مشيرة إلى أنها لا تحب اللفة والدورانة ولا ترى نفسها بالجرأة التي يصفها الجمهور خاصة أنها ترى ملابسها عادية لأنها الطريقة التي كانت تعتمدها في الملابس طوال حياتها وقيمت ميل الزهراني نفسها باء واحد من عشر في التمثيل مشيرة إلى أن من يمدح نفسه كاذب فضلا عن كونها تحتاج الكثير من الوقت لكي تمنح نفسها الكثير من الدرجات ونفت الفنانة السعودية أن يكون هناك معارضة من أسرتها للدخول إلى عالم الفني مشيرة إلى أنها حصلت منهم على الدعم والتشجيع مؤكدة أن الوسط الفنية علمها الكثير وتحاول تعليم أبنتها الآن أمرين هما الحذر من الناس والثقة بنفسها وأكدت ميل الزهراني عدم رغبتها في تكرار تجربة الزواج من جديد لأنها تريد أن تعيش حياتها سينغل مام ولفتت إلى أن هناك تحديات تواجه المرأة السعودية ويعد أكبرها هو إثبات نفسها في العمل مشيرة إلى أن هناك بعض المواضيع التي ترغب في تقديمها مثل فقدان البصر مشيرة إلى أنها ترفض تنثيل أي شخصية غير سعودية لأن هناك الكثير من القصص التي تستحق أن تروى والكثير من الشخصية في بلدها ومازحت ميل الزهراني الإعلامية سارة دندراوي حول عدم حاجتها الذهاب إلى طبيب نفسي لأنها تعلم أنه سيعجز عن علاجها وهو ما ردت عليه قائلة الحالة مستعصية ورفضت ميل الزهراني الكشف عن موهبة تخفيها مشيرة إلى أن تلك الموهبة ليست غنائية مؤكدة أن أكثر ما تفخر به في نفسها هو دخولها إلى الوسط الفني خاصة عندما أخبرها والدها بأنه فخور بها بعد أن شاهد فيلم The Perfect Candidate ميل الزهراني تكشف اسمها الحقيقية وثروتها مليونيرة كشفت الفنانة السعودية ميل الزهراني عن العديد من أسرار حياتها ومن بينها اسمها الحقيقي وبعض التفاصيل عن ثروتها التي أوضحت أنها تتخطى المليون حتى قبل دخولها إلى عالم الفني ميل الزهراني تكشف اسمها الحقيقية وتفاصيل ثروتها وأوضحت ميل الزهراني خلال لقاء لها مع الإعلامية سارة دندروي في برنامج تفاعلكم أن اسمها الحقيقية هبة لكنها غيرته بسبب حبها الشديد وتشجيعها لنادي إيهسي ميلان في الدوري الإيطالي مما جعل البعض يناديها باسم النادي وتم اختصاره ليصبح في النهاية ملة وتحدثت عن بداياتها في عالم الفني مشيرة إلى أن بنات الملاكمة صنع لها اسما في عالم نجومية إلا أنها ندمت على المشاركة في مسلسل أبو مليار معتبرة نفسها الآن يمكن تصنيفها نجمة صف أول في السعودية وردت ميل الزهراني على السؤال الذي وجهته لها سارة دندروي حول كونها أصبحت مليونيرة لتؤكد الفنانة السعودية أنها كذلك قبل حتى دخولها إلى عالم الفني مشيرة إلى أن الفارقة أنها أصبحت تجلب الأموال من خلال عملها في التمثيل شكرا للمشاهدة